بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله طيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته نتابع حديثنا يوم أمس عن انقطاع الوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث التي ينقلها الكلين في الكافي عن الإمام محمد الباكر أن الملائكة تنزل عليه وعلى الأئمة وأنه محدث من قبل الملائكة هذه الأحاديث نرفضها ورفضناها ويرفضها عامة الشيعة أيضا وهذه أحاديث ضعيفة في الكافي وما أكثر الأحاديث طبعا ضعيفة في الكافي اللي جمعها بعد 200 سنة عن وفاة الإمام الباكر بعد 200 سنة أحاديث شفوية وعن كتب غير مسندة وغير متصلة وجد كتب وجمعها وصار ملكافي وصار هذا كأنه أساس العقيدة الشيعية الاثنين عشرية فبحثنا هذا الموضوع يوم أمس ولكن في تتمة بالحقيقة هناك شيخ اسمه الشيخ حسين العاجيبي وجه لي غسالة ورد عليه لذلك صار حوار جديد مختصر حول هذا الموضوع أيضا يقول أيها الأخ الناشر طبعا ما يسميني أحمد الكاتب الناشر لناشر الموضوع يعني أنتم أبناء العامة السنة ترون في كتبكم أن أمر بن الخطاب محدث بمعنى تحدثه الملائكة فلماذا تستكثرون على الأئمة عليهم السلام أئمة للبيت أقصد يعني أن تحدثهم الملائكة مع علمكم أن أمر دونهم كما نصه هو في مواضع كثيرة منها لو لا علي لها لك أمر ولا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن عليه السلام ما لكم كيف تحكمون فعلا يعني اعتراض يعني لا بأس بي خلي نشوف شنو ردنا وشنو مناقشتنا ويا قلت له شيخنا الكريم هو يبدو من كربلا أيضا وأنا من كربلا أيضا لست من أبناء العامة السنة ولا أقبل لرواية أمر المحدث اللي موجودة بالبخاري أيضا إذ لا دليل عليها فد واحد قال فد كلام فد إشاعة مجموعة لبوا إشاعة أنه أمر كان تحدث الملائكة كيف تحدثه متى ما هو الدليل على ذلك يعني ليس كل ما وجدت في البخاري ولا عند السنة أقوال بعض الناس قال بيها مثلا يعني صارت هذه حقائق دينية ثابتة ونبني عليها بعدين ليش نستكثر أنه الأمم تنزل على اليوم لاك أنت أثبت هذا الموضوع أولا يا أخي العزيز يا شيخ حسين وبعدين تعال احتاج به وأعتقد أنها هاي الأحاديث من صنع الغلات السنة صنع همبيم غلات مو بس الشيعة وإذا كنت ترفض هذه الأسطورة فلماذا تردها بأسطورة أخرى لا دليل عليها يعني هذا شلون منطق شلون منطق هذا إذا واحد جاء له الأسطورة من هالطرف لازم تتجيب الأسطورة ثانية ممقابيلة ثم أن القضية ليست قضية استكثار على أهل البيض أو استقلال من أحد وإنما هي مسألة عقيدة أن الدين الإسلام ما هو العقيدة الإسلام ما هي ورفض أساطير تناقض العقيدة الإسلامية التي تؤكد انقطاع الوحي بعد النبي الأكرم وباعتبارك شيخ متخصص في الدراسات الإسلامية هكذا يفترض يعني فيك من أنوان اسمك يعني حاطة وتوجيه الناس إلى الله عليك يا شيخ العزيز أن تنفي أن تنقي التراث الإسلامي والشيعي من الخرافات والأساطير المغالية لا أن تكرسها بين الناس وتزيد الجهلاء جهلا فالأخ هنا هيثم أبو عيد يقول صدقت رواية أمر المحدث لم أسبع بها يجاوب الشيخ يمكن أو يجاوبني ما أدري وإن كانت موجودة فهي من تأليف بنات أفكار وضعي على حديث والروايات لا يعني أنها أصبحت حقيقة يعني الأخ نظال العياش يقول في كتب السنة من الأساطير الكثير وهم لا يرفضونها أو قسم منهم يعني يتبنوها الحشويين أو أهل الحديث يعني الحنابلة وليس عامة السنة بالحقيقة هو يقول لا يرفضونها وإذا وافقت سياقات الحديث الصحية من ناحية السند منها أن أسمان تستحي منه ملائكة السماء ومنها نزول الله إلى السماء الدنيا كل يالة الجمعة ومنها ما يتعلق بمعاجز النبي التي تضاعفت بعد الهجرة والتمكين رغم أنه كان يحتاجها في عصر الضعف المكي على أي حان هذا رأيي الأخ نضاع العياش يقول يعني مو كل شي موجود في الكتب وكتب أهل السنة يعني هو صحيح وما أدري سهو شنو انتماء المذهبي الأخ عمد رزاق الأوكيلي وهو صديقنا قديم صديق قديم ويتابعنا ولكن يبدو أيضا بعد لا يزال يعني يعني يستقبل هذه الأفكار يقول فقط ملاحظة ربما خارج الموضوع قد ختمت النبوة وهذا لا يعني انقطاع الوحي يقول النبوة صحيحة ختمت النبي محمد خاتم النبيين بس مو معنات الوحي راح ينقطع لا يستمر الوحي شوف شوف شلون كلام فأجبته بما إلي أخي العزيز عبد الرزاق كلامك متناقض كيف ختمت النبوة ولم ينقطع الوحي شلون الوحي مستمر والنبوة شنو شعر الوحي يعني دي جيب دين جديد إضافة جديدة لماذا يستمر الوحي ألم يكمل الله تعالى الدين فما الحاجة بعد ذلك لوحي ينزل على إنسان ما فائدته وكيف نصدق بمن يدعي نزول الوحي عليه وتحدث الملائكة معه يجيك واحد يقول لك أنا الملائكة قاعد تنزل علي شلون صدقك على أي أساس يعني شوف بديهيات المنطق الإسلامي يعني نيو محمد صلى الله عليه وآله وسلم ظل 23 سنة يكافح حتى يثبت نبوته ويشوف القرآن كل جدل مع المشككين مع أكفار قريش ويجيب لهم معاجز وتحداهم بالقرآن بمعجزة القرآن جيبوا مثل القرآن جيبوا عشر سور جيبوا سورة فتحداهم وأثبت نبوته بهذه الأشياء بالقرآن زي أن يجيك واحد هكذا يقول لك أنا والله واحد ينزل علي والملايكة تنزع علي يعني صرت نبي كما شفنا يوم أمس تحدثنا عن هذا الموضوع يعني شون فرق بين النبي والرسول وواحد ينزع علي واحد ويشوف الملايكة ويسمع طنين هم ويسمع كذا ونقر في القلب وفي الأسماء نفس النبوة هاي صارت لقد صدقنا النبي الأكرم بمعجزة القرآن صدقنا بهذه الواسطة فهل كان لأدعياء نزول الوحي عليهم معاجز يعني افترضوا الإمام الباكر إذا صحوا الحديث عننا وكان يقول أن تنزل علينا الملايكة وأنا محدث زي أنه جاء بنا معجزة شلون نعرفها شلون نثبت أنه يعني افترضوا دعا النبوة شلون نصدقها يعني هنا ثغرة كبيرة ما يلتفتوا لها بعض الأخوان يعني كل واحد قال أنا كذا وكذا أنا إمام معين من قبل الله إيمان نقول لك إمام معين قبل الله كيف تثبت ذلك أنا ينزل علي وحي شلون تثبت نزل عليك وحي أنا عندي علم الغيب شمين علم الغيب مالك يعني شوفوا يعني مع الأسف الشديد طبعا هذه كلها نظريات تاريخية قديمة ولكن بيها ذيول بيها يعني أشياء مستمرة حتى الآن أنا بالتالي مادام كان ينزل وحي على إمام الباكر فإذا كلامه مقدس وكلامه جزء من النبوة مثل النبي محمد ولازم نأخذ كلامه وإحنا نتعارك بهذا الموضوع مع الدنيا كلها يا أخي خير نبطل من الأساطير هذه إلى متى نتشبث بالخرافات والأساطير والأفكار المغالية اللي تخرجنا من الدين فإذا واحد دعا شيء ما نقول له شون دليلك وين معجزتك فقط تصدقه كما قال الشيخ البارحة يقول هذا إذا واحد يعني ثقها وصدوق وصادق وبسرعة نسمع كلامه ما يصير وكي ناس بالدنيا يدعو يظاهرهم الصلاح والصدق ويجوه أبن عرب يقول له ينزل عليه إلهام أو مكاشفات عندي فما يصير نؤمن بكل شيء هذا التراث موجود صحيح بس هذا التراث خرط مو صحيح التراث هذا أم أن هذه الإدعاءات مجرد أساطير تحاول تشوي أئمة أهل البيت في نظري من قبل الغلات الخطابية نسبوها الإمام الباكر وإذا صدقناها أو أنت إذا صدقوها هذه الأحاديث يعني مصيبة راح تصير أظمع يعني طلع الإمام الباكر أعوذ بالله أعوذ بالله يطلع دجال ليقول لك أنا ينزل علي وحي يشلون ينزل عليك وحي مو معقول لكلام هذا الإمام الباكر يقوله وهو ابن زين العابدين ابن الإمام زين العابدين حفيد الإمام الحسين معقولة يجي يدع النبوة أو نصف نبوة ثلاثة أربع نبوة مو معقولة إلا أما هم اللي ضحوا بأرواحهم من أجل تطبيق الدين يجون هم يحرفون الدين شوي يفكروا بالموضوع لا صدقوا بخرافات دول الغلات الخطابية والمفضلية وما أدري منه السبائية هذول كانوا مصيبة على أهل البيت مؤامرة كانوا على أهل البيت فما لازم نصدق الأحاديث ذني وحترة وجدت بالكافي وعلماء آخروا مثلا ابتلعوها من دوم يفكروا فيها الأخ جبراهين ناظم يجي يعلق يقول قد خلت من قبله الرسول ولم يقل من بعده لاحظة شلون التفكير قد خلت يقول النبي محمد يعني هذا الرسول قد خلت من قبله الرسول ما قال بعده ما أكو الرسول ما هذه ضروري من ضروريات الدين أنه بعد ما أكو نبي بعد نبي محمد نبي محمد خاتم النبيين وخاتم الرسول شنو أكو بعدها الرسول يجي هذول القاديانية أو ما در منه يجون لقول الكلام وما أعرف هذا الأخ شنو أنت ما أو من وين هو فأجبته بما يلي فعلا نحن أمام مهمة فكرية كبرى على علماء الحوزة وأساتذة المراجع أن يقوموا بعمل فكري شويان ما يتركوا الأمور هكذا الناس فوضى وحاكم صفت وخرافات وأساطيلة إلا ما تعيشوا بس قلت لهذا الأخ جبرين قلت أخي العزيز وهل يعني ذلك وجود رسول بعد نبي محمد إذا الله قال قد خلت من قبله الرسول يعني أكو بعد رسول هاي مدد على الموضوع ومن هم هؤلاء الرسول هصالنا 1400 سنة أكو واحد قال أنا نبي أو رسول بعد نبي محمد وما هي معاجزهم إذا وجدوا مثلا وما هو الدليل عليهم ومن هم أتباعهم إنك بهذا القول يا أخي جبرين تنكر خاتمية النبي محمد وتنكر آية من القرآن وخاتم النبيين وهي ضرورية من ضروريات الدين عن أساس الدين هذا وإلا الدين كله يروح تخربط إذا قبلنا به الكلام ومن ينكرها يصبح كافرا حسب كل العلماء بعد ممسلم اللي ينكر خاتمية النبي محمد هذا ممسلم فالرجاء لا تحاول اللعب بآيات القرآن الكريم ومبادئ الدين الإسلامي وأصول وأركان الدين وإن كنت جاهلا فاسع الأهل الذكر ولا تتحدث من تلقاء نفسك وتجي تأوله وتطلع لك كلمات عجيبة غريبة هذا الأخ زكي سكال يقول هذا الأخ يجوز أكو أنبياء بعد نبياء أعرفهم الأخ هو ما ندري فهذا كلام مصحح طبعا يقول يصر الأخ زيبرين يقول يوجد محدثين كما يصرح القرآن وين وين القرآن يصرح أنه يوجد محدثين إذا كنت تتحدث كما بحثنا يوم أمس عن أم موسى ولا عن النحل ولا كذا هذا مو وحي اللي إحنا نتكلم به ونتكلم عنا وحوله إحنا نتكلم عن وحي نبوي مو أن فتواحد يجي إلهام فتواحد بمنام يشوف رشي مثلا هذا ميسمو وحي إحنا من أعتبره الأنبياء السابقين كان يعتبر هذا من علامات النبوة أما الآن جديد يعني واحد يجي يقول لك أنه مثلا نزل عليه وحي ما يمكن صدقه ولكن البعض صدق النبي قبل القرآن طبعا يعني صدقوا القرآن لأنه شافوا كلامه شافوا مضمونه صدقوه وإجد تحدي وكثير من أهل مكة لم يصدقوا النبي وكان معهم حق في البداية يعني مو كل واحد يقول لك أنا نبي نقول لك تعال لا أتا غصب عليك تؤمن بي أعطيني دليل الآن الدليل الباقي الآن نروح نتكلم مع العالم يا أيها الناس تعالوا أسلموا نقول لك شنو هذا نبي محمد من هو نقول لك هذا في النبي اجي قبل ألف أربع مئة سنة طيب من يقول هو نبي من حقهم يسأله ونجيبهم أنه هذا هذه معجزة هذا القرآن يتحداكم بالقرآن ونجيبهم مثله فهس يصبح نقاش أنه شنو المعجزة وشنو كذا وشنو القرآن هذاك بحث آخر بس المهم أنه القرآن تحدى الناس بهذه معجزة الأخ عبد الرزاق الأوكي اللي يقول أهلا أستاذ أحمد لا لا أقصد ما ذهبت إليه إنما على سبيل الإيحاء إلى النملة وأم موسى أو النحلة يعني إنه إيحاء مرحلي لا يرتقي إلى عقيدة تحياتي يعني الأخ بارك الله فيه الأخ عبد الرزاق وضح شنو رأيه وأحنا سوف نوضحه أكثر فقلت له أحسنت يا أخي عبد الرزاق فالوحي إلى النحلة أو النملة أو أي حيوان أو إلى أم موسى مثلا لا يعني وحي النبوة نحن نتحدث عن وحي النبوة هذا الذي يترتب عليه مسؤولية وأحكام ومقام يصير لهذا الإنسان لازم نأخذ كلامه وكلامه محترم وكلامه جزء من الدين هذا يختلف أما واحد مثلا نشايف لمنام في بعض الناس أحلامه متصدق أنا شايف ناس أحلامه دي جي في إيت دائما نشوف أحلامه وتطبق مثلا ببرة هذا لا يعني وحي شرعي يعني نحن نعتمد عليها أو إلى مسؤولية أو نبني عليها شيء معين فهذا فرق بين الإيحاء الإلهام اللي الله يخليه براس فد واحد مثلا وبين الوحي المقصود في الوحي النبوة ويعطي مدعيه صفة دينية أليا تحتم احترام كلامه وتصديقه وهي صفة حاول الغلاد ولا يزالون يحاولون إضفاءها على أئمة أهل البيت أن ذول كانوا يعني ذول مثل النبي قولهم وعملهم وتقريرهم حجة يجب أن نتبعهم وكلامه كأنه كلام النبي هذا بعد ما في فرق هذا خطأ خطأ كبير هذا اللي سوانا شيء أو سنة سوى الفتنة بين المسلمين أنغالينا بأئمة أهل البيت وجعلناهم يعني مصدر تشريعي مصدر تشريعي بالإضافة للقرآن والسنة وأهل البيت إذا أحد فكر هكذا أنه أهل البيت هم مصدر تشريعي لأنه يوحى لهم لأنه عدوا المغيب لأن الله يلهمهم العلوم هذه المنزلة المغالية والمبالغة بأئمة أهل البيت هي التي تفسد الدين وتفسد المذهب وتخرب العلاقات بين المسلمين فإذن لا بد أن نعود ونكتفي فقط في القرآن والسنة والعقل طبعا العقل أيضا هذا من الله تعالى العقل المجمع عليه بين عامة الناس أو إجماع الناس المسلمين مثلا فذول الغلاة حاولوا ويضفوا صفة خاصة على الإمام الباكر لدى نشوء نظرية الإمامة الإمامة لم يكن قبل الإمامة باكر في زمنه طلعت هذه النظرية وذول الغلاة اللي نسبوا أحاديث لإمامة باكر كما موجود في الكافي أن إمامة باكر عند علم غيب ويعرف القرآن واحد غيره ما يعلم في القرآن وهو عند علم غيب وينزل عليه وحيه وملائكه ومحدث ومدرشنه هذه كل الأشياء يعني غير صحيحة أو جديدة حدثت في القرن الثاني الهجري ولا سيمة الإمامة محمد الباكر الذي لا يوجد عليه أي نص ولا وصية ولا معجزة عنده ولا أي شيء إيش لو أن نعتبره مثل النبي محمد يعني أي أنه كان مجرد عالم من علماء أهل البيت أو راون صادقا من رواة الحديث النبو ولا أكثر ولا أقل علماء أبرار مؤم معينين من قبل الله وإن الله حاطهم مثل النبي محمد وامتداد للنبوة وبعدين المراجعهم سووا نفسهم شنو امتدادا للإمامة والنبوة والمرجع صار مقدس عدنا هذا كل شيء يعني استورة تجر أخرى نعم يعني هذه هي الأشياء الرئيسية بالحقيقة هناك مناقشات فرعية في هذا الموضوع تداخل بعض الأخوة وسألوا وإجبناهم إن شاء الله اللي أحب يطلع عليها يراجع الصفحة مالتنا على الفيسبوك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر